عادل إذا كان أردت أن تعطي أنت نقاط أو تقييمك للاعبين بمباراة الأمس لمن تعطي أعلى نقطة؟ بدون شك بالنسبة لي لوريس بحكم أنه كان تعرض لأكبر ضغط وحصل بس هي عموم الأرقام هي مبنية على معايير علمية ولكنها مؤشر ولا تعبر عن حقيقة ليس بالضرورة يعني لو افترضنا فريق مهاجم فريق آخر طول المباراة حارس الفريق اللي ما واجه أي صعوبة ما رح يأخذ نقاط بينما بونو في المباراة هذه ما جهل للكرات الهدافة يعني ما كان هو يعني مهدد في مرات كثيرة أيضا تأكيد أنا طبعا معجب جدا بسفيان مرابط وجاه تقييم عادي وهو فعلا ما كان في المباراة ليش؟ لأنه كان أميز ما فيه مرابط الافتكاك والالتحامات والقوة طيب منتخب الفرنسي في الأربعة الأماميين ما كان فيه إلا إغريزمان اللي لو افترضنا أنه يلعب عشرة وبعدين بابي ودمبلي وجيرو ما كان أداءهم جيد ولا شفناهم في حالة هجومية جيدة إذن هذه الأشياء هي مبنية على وضع معين تقولين لي هي تعطي وجهة؟ لا ما تعطي الحقيقة لكن بالنسبة لي لوريس لأن غير لي أشياء قولك في اللحظات المهمة أناحي سدد كرة أنقذها كانت بصعوبة كانت تغير شكل المباراة حتى على فكرة سايس طلع ما جاء تقييم له مع أنه أنا في رأيي أنه يستحق تقييم لأنه الهدف تسجل في وقت هو كان في الملعب وكان عنده أخطاء والطريق أو هو قاد الفريق يعني حتى الربع ساعة تعطى تقييم أحيانا على أي يعني نحن دائما نقول خمس دقائق أو الليل عب في آخر الوقت بدل الضائح هو اللي ما يعطى أحيانا التقييم لكن هو بدأ أنا أقصد أنه في بعض الأمور أحيانا طريق وضع المباراة هي اللي تعطي تفرض تقييم معين على وضع معين عشان كده أنا أشوف اللوريس بصراحة استحقها نظرا للهجوم المميز الذي كان يقوده المنتخب المغربي وكان له دور في تأخير النتيجة لو شفت كانت واحد صفر إلى وقت متأخر تسجيل هدف الثاني أنهى المباراة لك عشان كده أنا أعتقد اللوريس يستحقها وإن كنت أيضا أنا أقول أنه يستحق درجة على